موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامج المنتصف كالعادة في متابعة مستمرة لأهم الأخبار والأحداث الرياضية ولكن كما تعودنا دائما البداية في العنوين منتخب اليد يصافح العالمية من جديد ويتأهل لمنديال ألمانيا 2019 عاد العزة هذا هو سر غياب ماجد وبيتزي على دراية تامة في المستويات اللاعبين الحالية موسيقى وسط تعاقدات الميركاتو الشتوي الهلال يفاضل بين ملفات المحترفين الأجانب موسيقى القادسية يتمسك بالغانيف تاو حتى 2022 والتعاون ينهي علاقته بالحاج كمارا موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر حياكم الله من جديد دائماً يطالع السماء يكون طموحه مرة عالي احنا في رياضتنا وفي جميع الألعاب المختلفة ما زلنا الناظر للأمام في كل وقت وفي كل مكان القيادة ما قصرت مع شباب الوطن في دعم قطاع الرياضة والرياضيين بكثير من الاهتمام والمتابعة لا وبالسعي بعد إلى خلق بيئة النجاح وتحقيق الإنجازات باسمي وباسمكم أبارك أو نبارك للوطن والرياضيين في المملكة تأهل منتخبنا لكرة اليد إلى كأس العالم 2019 في ألمانيا بفضل الله وتوفيقه كل يوم فيه إنجاز كل يوم فيه طموح جديد ورغبة حقيقية في تشريف الوطن في المحافل الرياضية المختلفة صقور المنتخب أيضاً من جانب آخر ما زالوا يواصلون تدريباتهم في المعسكر الإعدادي الأول لمنديال روسيا الصيف القادم بإذن الله على الصعيد المحلي هناك أيضاً حراك كبير ونشط في إدارات الأندية الجميع جالس يعمل ويساهم في بناء وصف لبنات النجاح والتمييز الرياضي عيال الديرة ما نقول إلا الله يوفقكم في كل الاستحقاقات القادمة وإن شاء الله وبإذن الله ترسمون البسمة كما عودتنا دائماً بكتابة تاريخ من الإنجاز العديد من الملفات بنناقشها اليوم مع ضيوفنا ولكن خلوني في البداية أرحب بضيوفي معي هنا في الاستوديو العزيز والناقد الحصري لبرنامج الإخبارية خلف ملفي يسعد لي صباحك أبو أحمد شرفتني الله يسعدك دائماً والله يحييك وحيي المشاهدين ومشاهدات والزميل العزيز مشهور الله يطيك العافية أبو أحمد أيضاً ينضم لنا من جدة الناقد الحصري لبرنامج المنتصف اللي منورنا مشهور يسعد صباحك مشهور يا صباح الانتصار وصباح الإنجاز وصباح العالمية تشرب التواجد دائماً معاكم مع زميل العزيز الأستاذ خلف ملفي وإن شاء الله دائماً الانتصارات زي ما شوفنا 2017 كانت سنة مميزة للرياضة السعودية وهذه إن شاء الله بداية سنة مميزة أخرى عام 2018 بإذن الله يا حبيبنا قبل ما نبدأ بمناقشة حلقتنا ومحاول حلقتنا لهذا اليوم دعونا نرى أخبار المنتصف مع الزميل يزيد العصيمي سعد صباحك يا بمبارك صباحك يا بوادي أصب عليكم على ضيوفك الكرام ما لدينا من أخبار اليوم يا بمبارك؟ اليوم لدينا خمس أخبار لكن أكيد أنه سيكون أهمه وتأهل منتخب اليد العالمية يلا توقع الله يا بمبارك نهاية كأس العالم 2019 في ألمانيا حيث هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة اليد ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وذلك بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهايات كأس العالم 2019 بعد فوزه على منتخب عمان اليوم في التصفية الأسيوية ووجه تركي آل الشيخ بتقديم مكافأة مالية لللاعبين بواقع خمسين ألف ريال لكل لاعب متمنيا لهم مزيد من النجاح والتوفيق مبديا سعادته بالإنجازات والنجاحات المتلاحقة التي تحققها المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية وفي الخبر الثاني غرفة فضل منازعات تلزم النصر بدفع مبلغ كبير للجبرين حيث قررت غرفة فضل منازعات بالاتحاد السعودي إلزام نادي النصر بدفع مبلغ مليونين وثمانمائة وثمانين ألف ريال لللاعب عبد العزيز الجبرين وإلزام النادي بدفع رسوم وإجراءات التقاضي البالغ 144 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم القرار قابل للإستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي وفق نظامه الأساسي وقواعده الإجرائية وحددت الغرفة مدة ثلاثين يوم لتسديد المبلغ تبدأ مع نهاية المدة النظامية للإستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الإستئناف في الخبر الثالث القادسية هي تمسك بالغاني فتاو حتى عام 2022 جددت إدارة نادي القادسية برئاسة معدل هاجري اليوم عقد الغاني محمد فتاو وذلك لمدة أربع مواسم مقبلة حيث سيمث اللاعب الغاني الفريق حتى 2022 ولعب فتاو مع الفريق 14 مباراة في الدوري ومباراتين في كأس الملك قدم خلالها مستويات متميزة وذكر الهاجري الرئيس القادسية أن التجديد مع اللاعب الغاني جاء بناء على التقارير الفنية الإيجابية عن اللاعب في الخبر الرابع التعاون ينهي علاقته بالحاج كمارا حيث أنهت إدارة نادي التعاون اليوم علاقتها رسميا بسيراليوني الحاج كمارا وذلك بعد أن وقعت معه مخالصة مالية بعد فشل اللاعب في تقديم المستويات المميزة وشارك كمارا مع التعاون في 14 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدف واحد فقط وكانت مرقد وقع مع التعاون عقدا يمتد لثلاث سنوات قبل أن تقرر إدارة النادي التخلي عنه وفي الخبر الخامس والأخير الهلال يوقع مع نهار العابد وراشد السالم وقعت إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نوافى بن سعد اليوم عقدا احترافيا مع اللاعب نهار العابد والعقد مع نهار العابد شقيق النجم نوافى العابد يمتد لمدة موسم واحد وأيضا تم توقيع عقدا احترافي مع لاعب الفريق الهلال الأولمبي راشد السالم وذلك لتمثيل الفريق لمدة عام واحد مع أفضلية التمديد لعام آخر انتهينا من أخبارنا يا أبو أديب حتىك العافية الله يعافيك مبارك وما قصرت شكرا لك بالأمس كان الاستفتاء مع زمين عبدالله النيع الخاص بالبرنامج المنتصف ما هي أبرز تجربة احترافية لللاعب السعودي في الخارج حصل خيار فؤاد أنور بالصين على نسبة 6% حصل خيار سامي الجابر إنقلترا على نسبة 44% وحصل خيار حسين عبدالغاني سويسرا على نسبة 25% وحصل خيار ياسر القحطاني في الإمارات على نسبة 25% أيضا بمكانكم مشاركة في الاستفتاء الخاص بالبرنامج والسؤال المطروح اليوم هل تؤيد عودة البرازيلي تياغو النفذ لصفوف الهلال من جديد؟ واحد نعم أؤيد اثنين لأؤيد ثلاثة هناك أفضل أبو أحمد خلينا بس ألك عن الاستفتاء اليوم عن اللاعبين اللاعبين اللي طبعا احترفوا برا فؤاد أنور وسام الجابر واللاعب الثالث من هي الشباب اللي أتذكروني فيه سام الجابر أحسين عبدالغاني ما رأيك في هذا التجزء طبعا؟ إن سمحت لحب الصفر قبل قبل صراحة ندخل في الاستفتاء أثني على كل ما قيلة من قبل البرنامج على لسانك في مقدمة البرنامج هذا لنجاز العظيم والكبير وهو طبعا ليس غريبا على اليد طبعا سعد الوطن تهنيع في المقدمة لوالدنا الملك سلمان وسموي العاهد ورئيس الهيئة ورئيس الاتحاد اليد وكل من له صلة بهذا الانجاز والحقيقة أنه دائما اتحاد اليد عودنا على هذه الانجازات على هذه الاشراق الجميلة التي طبعا تقدم الكثير لكرة اليد ليس غريبا عليهم وهذا أيضا يؤكد إذا امتداد الرجال المخلصين الرجال العارفين بشون اللعبة يعني محمد منيح امتداد لترك الخليوي وامتداد للحلافي وامتداد لمطرود كل هؤلاء اتبعوا السياسة الحقيقية لاستمرارية بدون أن مثلا يأتي ويسحق من قبله يعني لأسف بعض الرأساء في أي مكان في أي مجال يأتي وينسف من قبله هذا ما يقدم اتحاد اليد هو درس كبير لكل الاتحادات درس كبير في العمل الحقيقي في الاتصاق باللعبة ويستحق مننا الكثير تجاه هؤلاء الأبطال نتمنى لأم شاء الله المزيد من النجاح في كاس العالم عودا على سؤالك شوف كل تجربة لها ظروفها ويضا التجارة لم تكن في مكان واحد ولم تكن في نادي واحد ولم تكن في بياء واحدة بالتالي كل تجربة لها ظروفها كل تجربة اللاعب هو الذي يستطيع أن يتأقلم مع محيط الذي يعيش فيه أو لا يستطيع أن يتأقلم لكن هي في المقام الأول الأخير هي مفيدة يعني هل اللاعبين هل اللاعبين استفادوا أم لم يستفيدوا بالتأكيد استفادوا والدليل على اسم مثلا أنت ذكرت سامي الجابر وحسين عبد الغني والثالث من مفيد وياس القحطاني وياس القحطاني في الإمارات وأنا قلت قبل يومين أيضا مع الأخ عبدالله فؤاد أنوار فؤاد أنوار مهم جدا أن لا ينسى في مثل هذه هذه التجارب من التجارب الثرية جدا في الصين حتى وإن كانت الصين ليست يعني مثلا متطورة عنها كثير لكن أنا أقول التجربة أنك تعيش خارج السعودية التجربة أنك تعايش مع عمل حقيقي وليس عمل هواية مثل ما عندنا أو عمل احترافي غير مكتمل فهؤلاء الأربعة أنا أعتقد أنهم استفادوا كثير يعني مثلا أنا قلت في المرة سامي جابر استفاد أنه تغير في تعامل مع شيء اسم احترافي لدرجة أنه صار يتمر مثلا في من أندي الصحية بعد بعد مثلا انتهاء الموسم يعني يبقى قريبا من كرة قدم ويتعايش مع احترافي الحقيقي أنه أنت عندك سبعين إجازة سلبية بمعنك ما تسوي أي شيء ثم تبدأ تدريجيا من ذاتك كلاعب فأدنه مثلما ذكرت كانوا أحد الناجحين جدا حسين عدد ذلك يكرر تجربة المرة الثانية كان أول في سويسرا والآن في عتقدة برتوغال هي في الأخير كونه يكمل المشوار في عقدة اللي أبرمى هذا يدل على أنه تأقلم مع البية واستفاد والدليل حسين بدغانية حتى هو يتركناد النصر في آخر اللحظة كان مبدع يعني نتكلم عن نواحة فنية نتكلم عن لياقة بدنية نتكلم عن تعاون وكرة قدم كان حسين بدغانية واحد من أهم المبدعين برغم أنه يعني ما شاء الله في العمر نعم عمر كبير الله يطول في عمر عمر زملاء الباقي ياسر القحطاني كون احترف في المرات قريبا من بيئتنا بل هي مواثرة جدا اللي بيئتنا وكام مع لعبين عرب مثله يعني ما فيه تغير في البيئة نعم بزي الباقيين لكنه نجح وقدم نفسه بصورة جيدة وعادلها بشكل أفضل وهذا أيضا شيء إيجابي هي الغربة شوف الغربة بغيية شكل من أشكال تعود اللاعب تعود الإنسان على أنه يتعايش مع نفسه كيف يعتمد على نفسه كثيرا هذه مهمة جدا وذلك نقول اليوم جدا اللي ما ذكرتها سابقا للأسف شديد بعض عندنا يعني ينتقد أي تجربة فقط هم الانتقاد مش هم أنه يعني يتعرف على معطيات العمل معطيات العمل في تجربة السسعة لعبين راحين للدولة الإسباني احنا حتى لو ندفع دبل أنا أقولها من اليوم مرة بعض الناس يعرضني أقول لو ندفع لو تدفع لأيها دبل ما قد يكلف هؤلاء اللاعبين هي فائدة كبيرة جدا اللاعبين أن يتعايشوا من احتراف يتعايش مع يتكيف مع هي اختبار حقيقي لهذا اللاعب هل بالفعل هؤلاء يريدون أن يستفيدوا من التجربة أم لا وفي لاعبين منهم صغار يعني مثلا اللاعب الحمدان اللي من هذه الشباب يعني ابن عبد الرحمن الحمدان ابن الكابتن عبد الرحمن الحمدان وهي صراعه أفرحنا كثير نوجه له تحية أفرحنا كثير لأنه على الأقل عنده والده سيساعده في هذا العمل بإمكاناته الجسمانية ما شاء الله يعني صغير السن تقريبا 18 عمره أنا أعتقد أنه إن شاء الله بيكون نموذج حي لللاعب السعودي دون أن نقل من آخرين لكن هي برضو حتى لو كان بعضهم يقولوا الله مثلا يا حشيدي عمان 28 سالم الدولة في عمره في 27 أو 26 ومدري فادي مولد 24 أو 25 في الأخير العمر مش باقي قدامه يعني قدامه بس برضي الناس تعتقد أنك إذا تعدت الـ 20 أو 24 التعلم كرة القدم أو أي مجال أنت تعيش هذا المجال وتتعايش معه يجب أن تستفيد منه حتى آخر قطرها في حياتك التي تعيشها في هذا المجال تكلاف يا أبو أحمد مشهور أنتقلك وش رأيك بنتيجة الاستفتاء نشوف بالنسبة للتجارب السابقة أعتقد أنها كانت تجارب بداية وتعرف البدايات غالبة ما تكون يعني بدايات صعبة لكن مجرد وجود احتراف خارجي لأحد النجوم يعني كان أمر مبشر لكن في نفس الوقت ما شفنا النتائج الإيجابية اللي نقدر نقول كان عندنا تجارب احترافية مميزة ولا شفنا استمرارية لها لذلك أنا أعتقد أنه لو جينا نسجل التجارب المميزة أعتقد أن نبدأها من التاريخ الحالي اللي عندنا التجارب يعني حتكون تاريخية وفي توقيت مهم جدا نتكلم عن حجم التجارب وحجم المشاركة في الدوري الإسباني دوري الدرجة الأولى لا ليقة أيضا أندية يعني مثل نادي نادي فيريال يعني نادي كبير ونادي عريق نادي ليقانتي يعني في أندية يعني أمانة يعني حضورها قوي حضورها مؤثر التوقيت المميز يعني المشاركة قبل كاس العالم مثل هذه الأندية ومثل الدوري الإسباني أكيد أنه بيكون عامل مميز ومؤثر في تجهيز اللاعبين متى ما استغلواها اللاعبين لهذه الفرصة التاريخية فأعتقد أنها يعني حتكون بصمة مميزة وحتكون أيضا يعني نواء لانتقال العديد من اللاعبين السعوديين إلى دوريات مختلفة مش بالضرورة يعني نستمر مثلا في تفعيل الرابط في الاتفاق ما بين اللاليقة والهيئة العامة للرياضة أعتقد نجاح التجربة هذه بيشجع الدوريات الثانية واللي نقول أقل مثلا من الدوري الأسباني مثلا زي عندنا الدوري البلجيكي أو الدوريات الأخرى اللي هي أقل مستوى فحيكون فيه طلب لللاعب السعودي إذا ما استغل مثل هذا اللاعبين هذه الفرصة أن نشوف عديد من اللاعبين في الدوريات الأخرى وتكون يعني بدايات حقيقية فعلية للاحتراف اللاعب السعودي اليوم أعلنت هيئة الرياضة أعداد المشتركين في مبادرة أدعم ناديك ولا يزال الهلال في صدارة القائمة عفواً الهلال كسب بـ 43.539 مشترك حتى الآن وجاء النصر في المرتبة الثانية بـ 38.944 مشترك وحل الاتحاد في المرتبة الثالثة بـ 31.265 مشترك والنادي الأهلي رابعاً بـ 12.810 مشترك وحل الشباب خامساً بـ 33.58 مشترك حتى الآن أبو أحمد نحن كنا نتناقشنيك في الحلقة يمكننا الأسبوع الماضي واللي قبل الهلال الأف والأهلي 6.000 الآن قاعد يشوف 12.000 كان 9.000 وكانوا فيك تيقولون متى يتجاوز هذه 9.000 وبعد الحراك اللي صار تقفز إلى 12.000 أو 13.000 قريباً من 13.000 لكن هو أشوف يعني أنا أعيد وأكرر ما قدتها سابقاً عندي رأيي أنه هذه هي جزء من حقيقة الشعبية الجماهيلية الأندية والترتيب هذا هو صاير في كل الاستفتاءات كثير من الاستفتاءات ترتيب هذا متقارب الأربع الأوائل الكبار لكن دائما أبو 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 كترتيب أسماء بغض النظر عن النسب بغض النظر عن فوارق المباء العدد بينهم لكن هذه ما هي بالجماهيرية مهما وصلت الأعداد ما هي بالعداد الجماهيرية الحقيقية لا 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 الحقيقة بس هي تأتيك مؤشر أنا تكلم عن مؤشرات إنك تقول والله عدد مثلاً ملايين ولا 50 مليون عفواً 10 ملايين 12 مليون ولا 15 ملايين ما هي تعطيك كل شيء لأن أساساً في بعض الجوانب تحتاج إلى زيارة وعي هذه نقطة مهمة لكن هي في الأخيرة تعطيك مؤشر المؤشرات في هذا الدعم ناديك هي مؤشرات سبق وحدثت في استبيانات مختلفة ومتنوعة في كثير من الأمور لكن هذا مش قضيتنا الكبرى قضيتنا الكبرى أنه تزايد الأعداد وزيارة الوعي حوله ما معنا مفهوم إدعم ناديك والدليل شوفه أنا أقول أنا أزيد وكرر جمهور الهلال يثبت الآن أنه أكثر قرباً لناديه من الأندل الأخرى لماذا؟ حتى والهلال يخرج من كاس الملك ويخسر ويغضب الجمهور حتى وهو يتراجع في مستواه في الدوري ويخسر النقاط كانت ممكن تبعده إلى درجة أنه ممكن تضمله الدوري ما زال هو يتضاعف يتزايد العدد صح أن فيه كفزات الأندل أخرى لكن من أن بدأ هذه الحملة من أن بدأت وطلقها تركيا للشيخ والهلال هو في المقدمة النسب تتغير تقدم بعض الأندل ثم تراجعت تغير الثاني والثالث ولكن في الأخير لما انتعش النصر وصار يعني خلنا نقول مرتاح لما يكون فيه الآن المالك أصبح هو الثاني وهذه النسبة أنا أعتقد تقريبا حتى أنه كان اكترب من الهلال بينهم بألف ثم عاد الهلال وتقدم تقدم لأنه أنا أشوف فيه حملات جماهيرية وفيه حملات أيضا من هذه الهلال فيه توعية من هذه الهلال فيه استيعاب لمعنى أنه جمهورك يكون قريب منك أنا أعتقد أنه حتى الأميران هو مساعد طبعا لندي أخرى عندها لكن ربما الهلال هو الأبرز في هذا الجانب والتحديث اللي دائما نشوفه في حساب المعاين المستشار طبعا للشيخ هل هو دور التحديث أنه يحمس أبو أحمد؟ بالتأكيد أحيانا أحدث مرتين في اليوم هذا طبيعي جدا والرتويت طبعا كل الأمين يتفاعلون يسوي رتويت الأنذية تسوي رتويت الجماهير تعمل رتويت صار في متابعة صراحة أنا أعتقد أنه حتى يمكن زالت متابعة أحساب تركها للشيخ بسبب الاستفتاء صار الناس حريصين نعم أو بسبب أدعمنا ديك لأن الناس صارت تحرصها متابعة رغم أنه طبعا مشار الله يقدم الكثير من الأخبار الجيدة والمثيرة لكن أنا أعتقد أن هذا تحديدا لأنه أكثر من اهتم بهذا المشروع ليهبثبت أنه فعلا مشروع ناجح وفعال يعني تخيل أنه في مرحلة مراحل قد يصير دخل النادي عشرة ملايين في الشهر طبعا ما هي بسهل يا أبو أحمد؟ أو عشرة ملايين في اليوم عفوان بعد ما هي بسهل؟ يعني ممكن تصل إلى مرحلة نصير عندك عشرة ملايين في اليوم نحن نقول خلنا نصل إلى جزء مننا خلنا نصل إلى خمس مئة ألف خلنا نقول مليون 300 ألف في اليوم 300 ألف في اليوم برضو شيء مبسهل أنا أعتقد أن هذا ممكن تحدث لكن لنتمنى فعلا أنه يزداد الوعي أنه ما تتوقف عند حد معين وأنه الأندية بالفعل الجماهير بالفعل تقبل على هذا المشاركة لأنه عندك ريال في اليوم يعني ما هي أعتقد أنها صعبة على أي مشجع طبعا دون أنه عم تكلاف يا أبو حمد مشهور أنا بسألك يعني من بداية من بداية الحملة إلى التحديث اللي ذكرته أنا قبل شوي هل مشهور يشوف الأرقام هذه مقنعة كبداية طبعا مقنعة لكن لازل تطمح للكثير احنا شوفنا يعني الأرقام مثلا زي جماهير نادي الهلال يعني 43 ألف مشترك أكيد رقم جيد بس ما بتمثل الجماهيرية الكبيرة الطاغية نادي الهلال جماهيرية النصر الاتحاد الأهلي أيضا أرقام النادي الأهلي يعني بصراحة يعني أرقام متدنية جدا فأنا أعتقد أنه مثل الأندية الجماهيرية إذا ما يعني كان المشجع يعني يملك الوعي الكافي لمعنى دعم الفريق بأبسط تكلفة ممكنة المفترض المفترض أن لا يقل أحد الأندية الجماهيرية عن 500 ألف مشترك كرقم معقول أو مقبول لأنه في النهاية نحن بنتكلم عن جماهيرية طاغل مثل هذه الأندية نتكلم مثلا عن نادي مثل النصر الهلال الاتحاد الأهلي في مباراة وحده ملعب تلاقيه ممتلئ أحيانا من 50 ألف إلى 60 ألف مشجع فمثل هذه الأرقام بتعطيك أنه يعني أرقام أنه جمهيرية الأندية عريضة وكبيرة جدا لكن هذه الأرقام نقول لك كبداية مشجعة لكن نطمح للأكثر والأرقام أكبر ويمكن اللي يساعد في نجاح المبادرة النجاح ما شاء الله السريع خلال فترة وجيزة اللي هي اللي بنشوفها الإثارة اليومية يعني يوميا ننتظر التنافس ما بين جمهور الهلال والنصر على الصدارة قبل كذا كان جمهور الهلال والاتحاد تقدم حاليا جمهور الأهلي بأرقام يعني جيدة نوعا ما فأعتقد أنه لو كانت هذه الإثارة مهمة وجودة ما خلاص أنت في النهاية كل شهر ممكن حتشوفها الإحصائية وما حتفرق كثير لكن لا حاليا بنشاهد إثارة يومية التحديث يومي التحديث لحظة للأرقام فأعتقد هي ساعدت كثير كثير في إنجاح هذه المبادرة بذلنا رح نشوف إن شاء الله أرقام إن شاء الله كثيرة رح نشوف فيه تنافس إن شاء الله شريف بإذن الله للمرة التاسعة المنتخب السعودي لكرة اليد تمكن من بلوغ كاس العالم والتأهل بشكل رسمي للنهائيات التي ستقام في ألمانيا هذا الإنجاز جاء بعد تصدر المنتخب المجموعة الأولى في البطولة الأسيوية المقامة في مدينة السوامب كوريا الجنوبية للحديث أكثر عن هذا الإنجاز ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أستاذ محمد يسعد صباحك أستاذ الله صباحك وصباح المشاهدين وصباح السعودية كلها أو شيء نقول لك ألف ألف مبروك على هذا الإنجاز الله بارك بعمرك تبريكات لمقام مولاي خادم الحرامين الشريفين وسموه لعهده الأمين وإلى رئيس الهيئة وإلى الرياضيين في المملكة العربية السعودية وتميع هذا الوطن الغالي هذا شيء موهب جديد أستاذ محمد تأهل منتخبنا لكرة اليد لكأس العالم وأكيد أن المشاركة هذه اللي بيشارك فيها المنتخب يعني خلني نقول مش مش عشان المشاركة بذاتها لا إن شاء الله في نية للحصول على السعي للحصول على الكأس العالم بإذن الله التاهل التاسع هذا دلالة على كرة اليد امتداد أجيال شرفنا بأن نكون امتداد لهذه الأجيال إدارات أو فنيين أو لاعبين تاهل التاسع كانت تاهل الأول في العام ستة تسعين والآن نحن في العام ثمانطاعش وواكبك كسع تاهلات طبعا المؤمل إن شاء الله في كأس العالم في ألمانيا ودنمارك 2019 أن يكون الهدف الأسمى أن يتاهل المنتخب بالدور الثاني كأول مرة وأن يكون مظهر الأخبار السعودي مشرفا وأن يرافرف بغاية التوحيد في هذا المحفل الكبير الساد محمد أنا بس أعلك هل وجدتم الدعم الكافي من اللجنة الأولمبية ومن الهيئة العامة للرياضة؟ بحمد الله لعل الجميع رأى كيف بادر رأى رئيس مع حياة الرياضة معاً فالحمد الله الجميع متواصل من سعد معالي رئيس الهيئة من وكل الرئيس العام من نائب رئيس الهيئة معالي شيخ تركيا للشيخ الأمير تركي بن عبد عز بن تركي الأستاذ عدل أهدلاك الأستاذ رجال الله السلامي الجميع كان متواصل معنا منذ بداية البطولة وتكللت الجهود الحمد الله بصعود لكأس العالم أنا بس أعلك سؤال وأبغى إجابة صريحة أستاذ محمد وش اللي تحتاجونه في الأيام القادمة عشان نشوف المنتخب يعني يظهر بمظهر مشرف كالعادة نحتاج الموافقة على برامتنا القادمة بإذن الله دعم أبنائنا اللاعبين إيجاد دعم كامل في ناحية تفريغ اللاعبين وهذا موجود الحمد لله من خلال برنامج النخبة وعدنا بإذن الله أن يكون هناك دعم كامل ونحن متفائري جدا وبإذن الله أن يكون تكون المشاركة العالمية مشرفة جدا الهيئة إن شاء الله بإذن الله الهيئة العامة للرياضة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها معالي المستشار تركيا للشيخ بإذن الله ما راح يقصروا معكم أستاذ محمد نهائيا وراح يدعمونكم بكل ما يملكون بإذن الله بإذن الله وذكرت لك أنا دلالة أن تفاعل رئيس الهيئة وشرة بعد التآحل دلال أن الهيئة ستكون أكبر داعا للاتحاد في مشاركته القادمة تستاهلون الأستاذ محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد شكرا جزيلا لك وصل منتخبنا الوطني معسكر الإعدادي اليوم بالجري حول الملعب بعد ما تم مزاولة تمارين الإحماء ثم تمرين التمرير في المربعات الصغيرة بعد ذلك حرص المدير الفني خوان بيتسي على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية على كامل الملعب اللي يقسم بعدها اللاعبين لمجموعتين وتم إجراء مناورة على نصف مساحة الملعب فيما اختتمت أو فيما اختتمت الحصة بتمارين الإطالة وشاهدة التدريبات وشاركة محمد السهلاوي في التدريبات الجماعية التي أجراها الأخضر عصر اليوم على ملعب الأمير فيصل بمثهد بالملز وذلك بعد اكتمال جاهزيته وتعافي من الإصابة وشاهدة العصة التدريبية التي حضرها رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عاد العزة غياب لاعب الوسط ثهد المولد بعد تعرضه لنزلة معاوية خلنا بس ألك أبو أحمد التجمعات إيش ممكن يعني يستفيدون منها اللاعبين هل ممكن يعني الأكثر ما أودنا نقول كلهم هل ممكن يكون في عدد كبير يقنع المدرب بيرتزي بأنه يكون ضمن التشكيلة الأخيرة لكاس العالم شوف بالتأكيد أي لاعب سعودي أو غير سعودي يتمنى أنه يحظى بالمشاركة في نهاية كاس العالم التظاهرة الرياضية الكبرى التظاهرة التي ينتظرها كل كل رياضي في أي مكان في العالم بل حتى غير الرياضيين ولا تنسى أنه أول المباراة الافتاحية أمام المنظم روسيا وبالتالي هذا أيضا لها مشاهدة خاصة ولا اهتمام خاص فبالتالي أي لاعب سيلابد أن يكافح ويلعب بجدية وينتظم أيضا في التمارين وينضبط فيه المعسكر يعني مثلا المعسكر الحالي هو ما فيه مباراة ودية وهو أول معسكر لمدرب بيتسي وبالتالي ويختار حتى هذا التوقيت رغم أنه ما فيه توقف دولي ما هي أيام فيفا يعني لماذا يريد يعني يعني أعتقد أنه وضع برنامج تدريجي حاول أن يتعرف من خلال هذا المعسكر على بعض اللاعبين أو أغلب اللاعبين كعمل فكري يعني كعمل فكري بمعنى أنه انضباطهم في التمارين انضباطهم في النوم انضباطهم في الغذاء تعامل اللاعب مع المدرب يعرف بعض الأشياء اللي ما يعرف عن اللاعب السعودي مدرب جديد على اللاعب السعودي يريد أن يتعرف على بعض الأشياء التي تساعد في عمله هو هو الجهاز المساعد معه وفي نفس الوقت المدرب اللاعبين أكيد أنه بيكون عندهم انطباع معين عن المدرب هذا عن فكرة عن طريقة تدريبة عن تعامل معهم حتى في التعامل الإداري انصح التعبير والانضباطي أيضا لأنه بعض اللاعبين يختبروا مدرب إذا كان هو مدرب شديد مدرب متساهل ومدرب يسمح مثلا بالتجاوزات هذه كلها تعطي مؤشرات في هذا المعسكر خلنا نروح لعادل عزة اليوم تكلم أو تحدث عادل عزة عن استعداد استعدادات المنتخب وعن الفترة التي تسبق المشاركة في بطولة كاس العالم وتحدث أيضا عن متابعة المدرب بيتزي للدول السعودي بشكل دقيق ومعرفته التامة بالمستويات الحالية لللاعبين نشوف الجزء الأول ونرجع لكم المهمة الصعبة والمهمة التي ننتظرها جميعا إن شاء الله كاس العالم في روسيا طبعا التحق بين المدرب خوان بيتزي قبل قرعة كاس العالم وبدأ من ذلك الوقت بعد معرفة الفرق المتاحلة معانا في نفس المجموعة إلى إعداد مع الفريق الإداري والفريق الفني إعداد البرنامج المناسب لمعسكر منتخب أول خطوة كما شرحنا في المتمر الصحفي برنامج متكامل من خمسة مراحل هذه المرحلة الأولى معسكر عدادي داخلي يتعرف فيه على مجموعة اللاعبين إلا شاركوا أغلبهم في معظم التصفيات النهائية التي أهلت المتخب السعودي كاس العالم فجمع هؤلاء اللاعبين وبدأوا في التمارين أول يوم كان تمرين استرجاعي ثاني يوم تمرين تكتيكي واليوم التمرين الثالث وتستمر الوتيرة إن شاء الله إلى نهاية الأسبوع فهو معسكر تعارفي يتعرف عن قرب ويقف عن مسافة قريبة على إمكانية اللاعبين وهذا يعطي دافع لكل اللاعبين في المملكة إنه في المعسكر القادم سيتم استدعاء قائمة القائمة هي ستكون الأفضل من خلال متابعة المدرب لمجريات المسابقات ومباريات الدوري ومباريات الكاس في الأسابيع الماضية وفي الأسابيع القادم من الآن إلى 21 فبراير المعسكر الثاني فأبواب المنتخب مفتوحة لللاعبين اللي يقدموا أفضل عطاء إن شاء الله طبعا يعني استعدادنا الحمد لله من خلال الخمسة مراحل يعتبر عندما قررناها بالاستعدادات المنتخبات العالمية المختلفة يعتبر استعداد مكثف استعداد طيب نخط فيه ثماني مبارات ودية والمدرب عنده ميزة جيدة هو جهازه 13 نفر موجودين في الرياض موجودين مع عوائلهم ساكنين هنا يعني يعيشوا أجواء المملكة العربية السعودية الأجواء الرياضية وغير الرياضية فأصبحوا جزء من المجتمع وهذا شيء جيد يساعدوا أنه يتأقلم مع الأجواء وأنه يندمج مع اللاعبين في الأجواء في المملكة العربية السعودية ومتابعة حثيثة وقريبة لكل المباريات شاهدتوا أنتوا في المدرج يحضر مباريات كثيرة في الرياض وفي جدة وفي المجمعة وفي الشرقية وسواء هو أو مساعدين وهذا خلاه بشكل وتتكلم مع بيتزي اليوم حتلاقيه عارف اللاعبين وعارف مستواهم وعارف أهدافهم وطبعا هو خلال عمله المكتبي كل يوم يطالع ويناظر ويشوف فيديوهات ومدرّب ممتاز يحمل سيدي يعني حافل بالإنجازات كما تحدث أيضا عادل عزة عن السبب وراء غياب المدير المنتخب السعودي الكابتن ماجد عبد الله عن المعسكر المقام الآن وعن استحالة لعب أنديتنا السعودية على الأراضي القطرية عشان نكون واضحة كابتن ماجد هو مدير المنتخب ومعنا عمر بخشوين عضو مجل السدار ونائب نائب المدير العام للمنتخب وأنا وشرف على العمل بصفة بصفة رئيس الاتحاد وصفة المرحلة وأهميتها ماجد اعتذر لوجوده خارج المملكة لا يوجد أي شيء غير ذلك وجوده في ضرف استثنائي مع عائلته واتصل به ويعتذر وموجودين فيهم الخير والبركة لكن ماجد موجود طبعاً لا بد يكون فيه اجتماع للمكتب التنفيذي عشان يأخذ القرار النهائي طيب كان فيه وفد من الاتحاد الآسوي برأسة نائب الرئيس الأول جاء المملكة وزار الإمارات وطلعوا على الواقع وقلنا لهم صراحة لن نلعب في قطر لن نلعب في قطر وممثلين من الهيال عامل الرياضة ووضحنا كل أسباب أنهم كنا فعلاً يعني مقنعين ووضحنا لهم الحقائق ويعني بأي شكل من الأشكال لن نلعب في قطر مهما كانت الظروف حسب علمي أنه البارح رفعت توصية من اللجنة المشكلة لزارة المملكة وزارة الإمارات إلى المكتب التنفيذي توصي باللعب في أراضي محايدة يعني اللجنة التي قامت بالزيارة وكانت لجنة تنفيذية يعني وفد رفيع المستوى أوصت حسب معلوماتنا أنه اللعب في أراضي محايدة يبقى قرار المكتب التنفيذي وأنا يعني يهيب برئيس الاتحاد العاسوي وعضاء المكتب التنفيذي أن يقوموا بدورهم المناطبهم في مرحلة يعني مهمة جداً خصوصاً أنه التوصية من الفريق أو الوفد إلا اختاروا المكتب التنفيذي أتت بشكل واضح أنه يجب اللعب في أراضي محايدة كما تحدث أيضاً الكابتن محمد السهلاوي أو كان له كلمة بعد تدريبات المنتخب اليوم خلونا نشوفها لكن يرتع لكم زي ما تعرف من درب جديد أو المعسكر مع اللعبة تعرف على راح يشوف اللعب عن قربي يعني يشوف وش احتياجاته الأشياء اللي راح يلعب فيها في المباريات الجاية في كل المعسكرات الجاية فيها مباريات تودية فتوقع أحسن وقت نسبوع هذا يقدر يشوف اللعب عن قربي طبعاً أول شي نبتعرف على طريقة اللعب اللي راح يلعب فيها المدرب والتكتيك اللي راح يستخدم في المباريات فإن شاء الله لنقدر نسبة المعسكر هذا والمعسكرات الجاية نطبقها في المباريات يعني ودي طبعاً هناك مهاجمين كثير مشاء الله يعني موجودين في كابتن جاهد في كباتن ثانين ما حال في المحظ يكون موجود المعسكر هذا أتمنوا توفيق المعسكرات الجاية إن شاء الله أي واحدكم موجود يكون راح يخطموا منتخة بشكل أفضل وأحسن وإن شاء الله أتمنى لتنفسي بالتوفيق يعني والدعا لي بالتوفيق منكم يعني حكم أنكم توقفون مع اللاعب من الفترة الماضية ونتمنى دعمكم فترة الجاية طبعاً بالعكس خطوة يعني يشكر عليها مع الاستشار تيركال الشيخ والاستدعاد العزة حكم أنه وتح الفرصة للعبين المتواجدين أن يستطيعون يحترفون في الدوريات كدوري أسباني في لعب صغار راح يحالف من شاء الله لحظة فترة الجاية الله يوفقك يا كابتن محمد ويفوفق جميع زملائك يا رب أيضاً عبد المجيد الرويلي كان لكلمة بعد التدريب المنتخب اليوم نشوفها ونرجع الحمد لله طبعاً المجموعة كانت متواجهة مع بعض ممكن سنتين ومن ناحية التجانس الحمد لله متجانسين لكن إن شاء الله مدرب أكيد جديد علينا مدرب كبير ولقيمتها إن شاء الله نستفيد منه ونقدم شيء يرضينا ويرضي جماهيراً بإذننا والله أكيد نحن كلعبين متعودين يمكن على خصوص في الأندية متعودين على تغيير المدربين إن شاء الله أهم شيء المدرب الذي الآن هو مدرب كبير وإن شاء الله يقدم شيء معنا ونحن نساعد بإذن الله اللعبين داخل الملعب وإن شاء الله واحد دائم يقدم اللي عليه ويحاول يكون فرصة كبيرة الصراحة لأن واحد يكون متواجف بأفضل بطولة كرة قدم بطولة كاس العالم وأنا إن شاء الله حريص أن يكون متواجف فالواحد لازم يبدل الجهد عشان يصل الحمد لله بالعكس يمكن فيه فرصة كبيرة يمكن خمس شهور قبل كاس العالم فيه يمدينا إن شاء الله نلعب مبارات ودية كثير لكن الآن يمكن وجهت نظر مدرب أسبوع كله تمارين يعني هذا شيء خاص مدرب أنا ما أقدر والله بدأتني الحمد لله فكرة صراحة كبيرة وجميل وحنا كلعبين السعوديين مبسطين على أن أخوان اللعبين رح يشاركون في دور مثل دور يسباني دور قوي ويفتحون فرصة للعبين الآخرين إن شاء الله أنهم ينضمون أكيد هم الفائد الكبيرة طبعا اللعب اللي رح يكونوا متواجدين بإدريس باني وحنا إن شاء الله يعني نساعد بعض مشهور خلني بسألك وش اللي بصراحة قريته أو ش اللي استشفيته من حديث عادل عزت شوف فيه أشياء كثيرة جدا في حوارة دكتور عادل عزت أول شيء يعني أحيي الاتحاد السعودي أنه كان فيه عنده برنامج واضح وتم التصريع أنه بالمراحل الخامسة المذكورة شيء مميز أنه يكون أنت عندك عملي مدروس وخطة واضحة متطلع عليها الشارع الرياضي بشكل عام شفنا برضو فيه جزية مهمة أنه تكلم عن الجهاز الفني والمساعدين للمدرب وتواجدهم الدائم في المملكة وهذا من أهم الأشياء اللي بتساعد على وجود عمل احترافي يمكن هذه المشكلة كانت تواجهنا كثيرا مع مارفك أنه يتواجد كل شهرين وثلاثة شهور مرة ويجلس يعني أوقات محدودة لكن استقرار الجهاز الفني وخصوصا نحن نتكلم حاليا عن فترة قصيرة تفصلنا عن المونديال فلا يوجد أي مجال للتساهل أو للتراقي فتواجد الجهاز الفني واستقراره أيضا تتكلم جهاز فني أيضا وموفر له كل الصبر يعني من أهمها الاستقرار العائلي تكون كل الأجهزة الفنية مستقرة نفسيا ومثل هذه الأمور بتنعكس كثير على العمل أيضا أعتقد أنه معسكر هذا الأسبوع أنه من أهم المعسكرات لأنه أول معسكر وأول لقاء المدرب مع اللاعبين وشيء جميل أنه ما يكون فيه مباريات بالعكس يكون يعني خلنا نقول المعسكر تعارف وأيضا يشوف المدرب اللاعبين يعني يتكلم معهم عن المرحلة المقبلة وشوف الأجهز وبرضه على أبواب مفتوحة مثل ما تكلم الدكتور عادل عزت هذه ما هي قائمة نهائية هذا مجرد معسكر أعدادي أولي فقط نعم أبو أحمد بس لك يعني أكد الأستاذ عادل عزت أكد على استحالة أنه أنه يكون فيه لعب في على أرض قطر لكن إلا سمحت لي بعد ذلك أبو أحمد لكن في حالة أصر الاتحاد الآسوي على أنه ما في إلا قطر إيش تتوقع رح يكون رد الاتحاد السعودي هو الخاسر الاتحاد الآسوي هو الخاسر بطولة السعوية الخاسرة لما تخسر لما تخسر فرق السعودية والأماراتية فهذا خسارة كبيرة لهم ولكنهم لن يتهوروا أنا أجم منهم لن يتهوروا ويعني يصدروا غرار بس أنا دائما نعرف مواقف خلنا نكون واضحين مواقف الاتحاد السعودي بس بس بأقولك شيء عشان ما ما نطول على مثل ما أنت تريد أنك تخصر شوف أنا عجبني في كلام الدكتور عوالي أستاذ عادل عزت أنه أشاري النقطة كثير يجهلها وكثير ما يعرفها وبالتالي أنا لما أتكلم كناقض وإلا كمشجع سعودي أعرف أنه الاجتماع صار فيه جهات أخرى من ضمنها وزارة الدقلية أوكي بالتالي هذا يحمي الأندية يحمي السعودية ويحمي الإمارات أنه أنا بينت للاتحاد الآسوي مدى المخاطر الأخرى مش فقط هي رياضة هي أصبحت سياسة ورياضة وأنا قراري مش قرار رياضي قرار سياسي والقرار السياسي ما في لعب صراحة إذا تذكر التحاد الدولي هو أعلى من التحاد الآسوي هو الصوت الأولي في كرة قدم صح في تصفيات كاس العالم فرض الأرض المحايدة بعد قطع العلاقات المنسية مع إيران والتحاد الآسيوي يعرف هذا الشيء جيدا تصفيات آسيا المزدوجة الدولية المزدوجة إذن هذا ينطبق الآن على التحاد الآسوي التحاد الآسوي إذا عمل أي شيء مخالف أنا متأكد أن السعودي والأمارات سيرفعون بالأشياء للتحاد الدولي بالتالي سيكون المتضرر والتحاد الآسوي وليس لكسوري والأماراتي وفي النهاية في الأيام الماضية ظهرت أنباء قوية عن عودة النجم البرازيلي تياغو نيفيز لتمثيل نادي الهلال للمرة الثالثة كما يبحث الهلال عن تدعيم صفوفة لاستعادة مستوياته في الدوري والمحافظة على صدارة الترتيب تناولت تقارير صحفية وبعض حسابات التواصل الاجتماعي في تويتر أنباء عن اقتراب لعب الوسط البرازيلي تياغو نيفيز من الانضمام إلى الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وأشارت التقارير إلى أن نيفيز قريب من العودة للفريق الأزرق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي نيفيز مع فريقه الحالي كورزيرو البرازيلي يتصدر قائمة الهدفين بنحو 17 هدفاً وفي حال تمت الصفقة فيعتبر هذا الانضمام هو الثالث لنيفيز مع الهلال حيث شارك أولاً في موسم 2010 في الفترة التي أشرف فيها المدرب البلجيكي جيرتس على الفريق ثم عاد مجدداً مع الفريق الأزرق موسم 2013-2014 مع المدرب سامي الجابر واستطاع نيفيز خلال مسيرته مع الهلال طوال 125 مباراة أن يسجل 64 هدفاً وصنع 31 أخرى كما حقق معه الكثير من الألقاب ويبحث الأرجنتيني دياس تدعم صفوف فريقه بعد المستويات المتواضعة التي قدمها الفريق مؤخراً في ظل سلسلة من الغيابات على صفوف الفريق الأزرق كما أشارت تقارير إعلامية عن وجود الأرجنتيني سيروتي لملف المفاوضات الهلالية خلال فترة الانتقالات الشتوية ومؤخراً انتهت إعارة اللاعب البرازيلي تياغو مع فريق نشيميزو الياباني والتي بدأت في فترة مارس 2017 الماضي وأصبح الهلال أمام قرار توفير خانة لللاعب الأجنبي الجديد حيث أن حصته من الأجانب والبالغة ستتلاعبين ستكون مكتملة بوجود عن الحبسي ونيكولاس ميليسي وعمر خربين وريفاز والمصاب كارلوس إدواردو والعائد من الإعارة تياغو دعنا بسألك مشهور يعني نفز ما هي بالمرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة يعني جابه الهلال وبعدين راح ورجع وراح طيب مدام أنك انت احتجته يعني أكثر من مرة ليش الهلال ما خلها عنده طيب وانا ريح عمري من هل كل يوم أنا أقول له رح وتعال ووجد وأوقع معها عقد لا شوف أول شي خلنا نتكلم عن فترة الانتقالات الشتوية جدوى تواجد نجم مميز أو لاعب يعمل الفرق ترى غالبا تكون عملية صعبة جدا في فترة الانتقالات الشتوية لأنه أغلب النجوم المميزة تكون يعني مرتبطة بعقود مع أندية فمهمة البحث على اللاعب مميز هذه دائما في الفترة الشتوية تكون عملية صعبة جدا وتضطر الأندية يعني أنه ممكن تدفع يعني مبالغ كبيرة جدا إذا وجدت اللاعب مميز عودة الكفتن أو النجم نيفيس إذا تمت أنا أتمنى يتواجد مرة أخرى مجددا في الدولة السعودية لأنه إضافة كبيرة ومن أنجح المحترفين خلال الفترة السنوات الماضية أحيانا الابتعاد اللاعب أخوي مصفر يعني يكون ظروف يعني مش بالضرورة يعني تكون إدارة النادي هي المسؤولة الأول عنها أحيانا اللاعب يبحث عن تغيير البيئة أحيانا يكون يجيه عرض مغري يمكن نيفيس خلال مرتين أعتقد يعني كان عنده الرغبة الكبيرة للعودة للبرازيل فأعتقد مثل هذه الأمور يعني ما تقدر دائما تكون تحسمها سواء عن طريق لغة المال لأن في بعض الأشياء يعني عوامل نفسية ما تقدر يعني مهما حاولت أو فعلت عشان تحافظ على بعض النجوم المحترفين فما تقدر عليها لكن أنا أتمنى فعلا عودة اللاعب نيفيس لأنه أمانة يعني حيكون إضافة كبيرة للدور السعودي لكن أنا يعني ما أتوقع أنه حيكون له عودة يعني قراءة شخصية ليست معلومة كيف يعني؟ ما أتوقع أنه يرجع خصوصا أنه لا متعلق مع فريقه في الدور البرازيلي يعني ما أعتقد أنه حاليا ممكن يكون بس إذا جاء عرض وانت قلتها قبل شوي إذا جاء عرض مغري ما أتوقع أنه يرفض يا مشهور بس ما أعتقد أنه حاليا عند ظروف الأندية بتساعد أنه على تقديم عروضة كبيرة يمكن حتى شفنا لو لا دعم الهيئة العامة للرياضة لأغلب الأندية في الصفقات الأخيرة ما كان شفنا يمكن حتى صفقات لعبين محليين بعقود زهيدة جدا لكن شفنا الدعم الكبير والمهم من الهيئة العامة للرياضة اللي ساهم في جلب صفقات أجنبية بأسعار يعني مكان في دناول الإدارات الأندية أمانة طيك العافية مشهور أبو أحمد في أقل من نص دقيقة لو رجع نفس تتوقع ينجح نجح المرة الأولى والثانية لا هو لما رح في المرة الأخيرة كان مستوهن سيء في آخر مرحلة يبقى في آخر مرحلة نعم حتى لما رحل الدولي الإماراتي ما نجح بس أول ما جاء كان قوي الأول ما جاء لفترة المرحلة الممتازة حتى بعد ما رجع في فترة معينة كان ممتازة يظل أنه في نهايته كان سيء ضيف جدا حتى في الإمارات لم ينجح وإذا عادل برازيا لكن من خلال المعلومات التي ذكرت اليوم من خلال بعض المصادر التي تقول أنه يعني استعاد وهاج وكذا ربما أنه بسبب غربة ربما بسبب مشاكله سرية إذا أنه في مستوهن المعروف فأكيد أنه حتى لو بنصف مستوهن اللي كان أول سيفيد يثال في مرحلة هذه المرحلة الحريجة المرحلة التي تحتاج إلى نوع من الغربلة اللي لا تكون كبيرة فواحد مثلا ما تعايش معك وعارفك أفضل من غيره لكنه أتفق من بشهر سيكون المهر كبير جدا في مثل هذه الظروف نروح لآخر تقرير عندنا في الحلقة بقى معنا وقت أندية الدوري بدأت حراكا كبيرا في فترة الانتقالات الشتوية الحالية حيث وصلت تعاقدات الأندية إلى ما يقارب 11 لعب حتى الآن تنتهي فترة الانتقالات الشتوية في الدور السعودي للمحترفين يوم الحادي والثلاثين من يناير الهيئة العامة للرياضة أعلنت دعمها لجميع الأندية وأنها ستكون عونا مع الإدارات في الارتقاء بمستوى الرياضة في الوطن إدارة نادي الاتفاق تعاقدت مع اللاعب طلال مجرشي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من نادي الفيحاء ووقعت رسميا مع الحارس الجزائري رايس بولحي حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر إدارة نادي الرائد تعاقدت مع اللاعب رياض الإبراهيم لتمثيل الفريق الكروي الأول في الفترة المقبلة فيما ضمت المدافع الدولي إيريك تشيباتا لاعب فريق آيكس الجنوب أفريقيا السابق وجددت إدارة نادي النصر تعاقدها مع اللاعب يحيى الشهري حتى يناير 2019 دون الإفصاح عن قيمته والذي انتقل بالإعارة إلى نادي ليغانس الإسباني ووقعت رسميا مع عبد الرحمن العبيد من نادي القادسية ومع العماني سعد سهيل لمدة موسم ونصف فيما يسعى النصر للمحافظة على عمر هوساوي وأحمد الفريدي أكملت إدارة نادي الشباب برئاسة أحمد العقيل اتفاقها مع اللاعب تشيلي سباستيان أوبيلا لتمثيل الفريق لمدة موسم ونصف الموسم ووقعت الإدارة مع اللاعب الليبي مؤيد ألافي لمدة ثلاث مواسم تعاقدت إدارة نادي الباطن مع اللاعب حسين حلواني الظاهر الأيسر في نادي الاتحاد بنظام الإعارة ووقعت مع ياسر الفهمي لاعب الأهل السابق لتمثيل الفريق في الفترة الشتوية تعاقد القادسية رسميا مع المهاجم البرازيلي باولو سيرجو بصفقة انتقال حر قادما من نادي فورتاليزا البرازيلي إدارة نادي الهلال تتفق مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي ليمثل الفريق خلال الفترة القادمة نادي أحد يوقع رسميا مع مصطفى بصاص لاعب الأهل حتى نهاية الموسم الحالي نادي الفيحاء يتفق مع الأرجنتيني جونتان جوميز لاعب ساو فاولو البرازيلي لتمثيل الفريق في الفترة الشتوية لم يتبق الكثير من الأيام وتنتهي فترة التسجيل فهل نشاهد تعاقدات جديدة أم أن الأندية اكتفت في احتياجاتها مشهور في أقل من عشرين ثانية ما عليش ووش أبرز اسم شفته في فترة انتقال شتوية والله ما عند عندي وقت أعتقد صفقة اللاعب بين شرقي أنه من أهم الصفقات التي تمت في الفترة الأخيرة أبو أحمد عندك تعليق في ثواني؟ بالغير السعودين أكيد بين شرقي لكن السعودين يبقى لبيت من قادسية للنصر أفضل للسعودين الناقد الحصري لبرنامج المنتصف خالف ملفي الله يسعدك ويعطيك العافية وحبت أسعدتني والله وياك والأخ مشهور ومشاهدة ومشاهدات الناقد الحصري أيضا لبرنامج المنتصف مشهور الحارثي أسعدتني والله يعطيك العافية مشهور شكرا لليسعدا بتواجد معاكم ومنقبة النجوم الإعلامية أيضا الله يطيك بالعافية جميعا معد بقى الوقت انتهى في نهاية الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات جميع الزملاء العاملين في تنفيذ هذه الحلقة دمتم في حفظه ورعايته عبدالمنيع يلتقيكم مساء السبت دمتم في حفظه ورعايته في أمان الله اشتركوا في القناة